اشتركوا في القناة مبارك فيه لأبناء محافظة البصرة ولأبناء الشعب العراقي عام تأهيل وتشغيل هذه المصانع المهمة مصنع الدرفلة ومصانع الأسمدة الداب واليورية هذه المصانع التي تمثل عقدة مهمة للصناعات التحولية وهي تقع في محافظة البصرة ماذا يعني إنجاز هذه المصانع وتأهيلها بعد سنوات من التأخير والتعطيل وعدم الاهتمام والمشاكل والمعوقات هذا المشروع من المشاريع المهمة في صناعة الحديد والصلب اليوم نفتتح مصنع الدرفلة وقريبا إن شاء الله يتم إكمال مصنع الصب لتكتمل حلقة إنتاج والتصنيع مادة الحديد بكل الخيارات التي تتعلق بالمادة الأولية مصانع الحديد والصلب نفذت وفق أحدث الخطوط الإنتاجية من المناشئ العالمية وهي اليوم تمثل فرصة مهمة لتغطية حاجة السوق المحلية المتزايدة من مادة الحديد والصلب تشغيل هذا المصنع يعني أننا سوف نساهم بجزء كبير في تقليل استيرات هذه المادة وهذا أيضاً يعني الكثير من حيث الحفاظ على العملة النقدية وكذلك توفير منتج وطني وتوفير فرص عمل فرصة العمل المباشرة في الصناعة تعني توفير أربعة إلى ستة فرص عمل غير مباشرة نحن أمام استحقاق بناء مدن سكنية ونهضة عمرانية ومشاريع إنشائية تحتاج إلى منتجات الحديد والصلب وهذا المصنع إن شاء الله سوف يكون أحد المصادر المهمة لتغطية هذا الإنجاز هذه المصانع وتأهيلها وتشغيلها تمثل جزء من رؤية الحكومة وبرنامجها المتمثل بواحد من أهم الأولويات وهو إصلاح الاقتصاد حيث النهوض بالصناعة يعني مقدمة للنهوض بالاقتصاد الوطني العراقي قبل أيام كانت إحدى مؤشرات التي ظهرت في إحدى تقارير المؤسسات المالية العالمية تشير إلى أن معدل الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للعراق وصل إلى 6% وهذه نسبة مشجعة ومؤشر إيجابي بتنمية الإيرادات غير النفطية والنهوض بهذه القطاعات الصناعة والزراعة والانتصالات والتجارة والسياحة والمعلوماتية فإننا نساهم في الحفاظ على هذا النمو المتزايد أيضاً في هذا اليوم سوف نفتتح بصانع وخطوط إنتاجية لتغطية حاجة السوق المحلية من الأسبدة بنوعيها الداب واليوريا بشراكة مع القطاع الخاص وهذه الشراكة المنتجة التي نشجع عليها شراكة مع القطاع الخاص تضيف لنا خطوط إنتاجية تضيف لنا تكنولوجيا حديثة وتغطي جسء من متطلبات الموازنة وخصوصاً ما يتعلق بالرواتب الأسبدة وإيقاف الاستيراد واحد من أهم الخطوات التي نعمل عليها للنهوض بواقع الزراعة هذا القطاع الذي يمكننا من تأمين الغذاء والاعتماد على الجهد الذاتي محافظة البصر اليوم دخلت بوابة النهوض الاقتصادي الذي سوف ينعكس على كل أرجاء العراق عندما نتبنى إكمال ميناء الفاول كبير والبدء بمشروع طريق التنمية والمدينة الاقتصادية وإعادة إحياء المصانع المهمة فإننا أمام استحقاق يحتاج إلى تضافر جهود جميع الأخوة المعنيين في الحكومة الانتحادية والحكومة المحلية التي باشرت مهامها مؤخرا لتمنى لهم التوفيق والنجاح حضور الكريم بما أني أيضا في البصرة أود أن أؤكد على واحد من أهم الجوانب الإصلاحية التي نتبنىها والذي يتعلق بأتمتة القمارك لضمان حصول إيرادات للدولة وتنظيم دخول الاستيرادات وفق القوانين والضوابط التي تكفل لنا فحص هذه المواد وأيضا تنظيم التجارة وقطع الطريق أمام المتلاعبين والذين يستغلون هذه الثروات للحيلولة دون تنمية أو حصول الدولة على إيرادات مالية ضخمة نؤكد أن وزارة المالية مستمرة في هذا البرنامج نظام الأسيكودة الذي يطبق مع إحدى وكالات الأمم المتحدة ويخضع لمتابع وإشراف من قبلنا شخصياً وإذا كانت هناك من ملاحظات سوف يتم معالجتها لكن لن يتوقف هذا البرنامج وسوف يستمر لما فيه من مردودات كبيرة حكومة الخدمة تمضي بكل ثقة وثبات في تنفيذ برنامجها الحكومي وهذا يأتي بدعم ومؤازرة أبناء الشعب العراقي وممثله في القوى السياسية في الإطار التنسيقي وإتلاف إدارة الدولة هذا الدعم الذي يمثل واحد من أهم مقومات النجاح في التنفيذ وهنا أود أن أثمن دور اللجانة النيابية والسيدات السادة ومجلس النواب الدعمين والمساندين لعمل الوزارات والمحافظات بكل ما فيه من دعم حقيقي وإسناد من أجل تنفيذ وإنجاح مشروعنا في البرنامج الحكومي اليوم وأنا في هذا المصنع لابد أن أسجل عظيم الشكر والإمتنان لكل ملاكات وزارة الصحة والمعادنة بدون من وزيرها المثابر ودوائر ديوان الوزارة وانتهاءاً بالشركة شركة الحديد والصلب بمديرها الصابر الحريص المثابر وبكادرها الهندسي والإداري والفني والقانوني هؤلاء الأبطال الذين صمدوا وواجهوا كل التحديات والمعوقات لنصل إلى هذا اليوم ولا بد لنا أن نقف وقفة احترام وتقدير أمام شركة يوبي هولدنغ السيد هادي ما قاعد أشوفه وين قال لولي موجود موجود في المصنع هذا الرجل حقيقة يستحق الشكر والتقدير والثناء منذ عام 2012 وهو يواجه جملة من المعوقات والمشاكل التي اعترضت تنفيذ مشروع كان مخطط له بشكل سليم لكنه واجه هذه المشاكل بصبر وثبات وتمكن من الانسجام مع كل الوزارات على مختلف الحكومات السابقة لنصل إلى هذه النتيجة في تشغيل مصنع الدرفلة وإن شاء الله نكمل العمل في مصنع الصل الشكر الجزيل للحكومة المحلية المتمثلة بالسيد المحافظ لتعاونه ودعمه لكل إخوانه في الشركات وزارة الصناعة وشركات الوزارات الأخرى وأيضا نتأمل كل خير من الأخوة رئيس وأعضاء مجلس المحافظة باستمرارية الدعم لهذه الشركات بما يحقق أهدافنا في تقديم الخدمة والوفاء لأبناء شعبنا في النهوض بكل مجالات الحياة وهذه الفرصة موجودة ومتحققة إن شاء الله نريد لهذا الصوت أن يستمر وحسنًا فعلوا بأن تقام الاحتفالية في هذا المكان نريد لصوت المكائن هو الصوت الأعلى ولا نقف أمام صوت المرجفين أبدا بهمتكم بعزيمتكم إن شاء الله نحقق كل أهدافنا بارك الله في كل جهود المخلصة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر